النائب البرلماني سليمان وهدان وكيل المجلس وكيل مجلس النواب قال ان زيادة الرئيس الفرنسي فرانسوعة هولند لمقر مجلس النواب النهاردة هتبدأ فيها الثانية والنصف مساء وستتضمن لقاء عام برئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال والوكيلين سليمان وهدان والسيد الشريف ورؤساء الهيئات البرلمانية وعدد كبير من النواب المستقلين كمان اكد ان مجلس النواب ورئيسه ووكلاءه بيرحبوا بشكل كبير جدا بزيارة الرئيس الفرنسي للبرلمان كرابع رئيس يقصد البرلمان المصري منتخب ما يؤكد على ان المجلس اصبح قبلة للوفود الخارجية مشيرا الى ان الزيارة واللقاء سيشهدان استعراض كل وجهات النظر الموجودة على الساحة السياسية